السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ناري. أهلاً بكم في قناة Learn English with Nari. أنت الوقت تفرج على سلسلة English Capsules. سلسلة English Capsules هي عبارة عن سلسلة مستمرة من الفيديوهات ونأخذها بشكل مستمرة عشان نعمل بها Refresh الإنجليش اللي عندنا. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن بدايل مختلفة الكلمة How are you. في الحقيقة هم نعرف speakers مش دايماً بيستخدموا How are you. How are you دي خلاص بدأت تندثر عندهم. لها بدايل كتير بيستخدموها وهنتعلم الكلام ده مع بعض إن شاء الله في حالات النهاردة. بس قبل نروح الحلقة لو أنت أول مرة تشوفنا معنا كده أنك مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس. ولو أنت قريدي مشترك يتأكد أنك تفعل الجرس ونصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشاك. يلا بينا على الحلقة. أهلاً بكم مرة تانية. طبعاً How are you هو السؤال أنا بسأل به الشخص كيف حالك. وهو سؤال اللي احنا بنقوله لما نقابل حد. طيب هل ليها بدايل؟ طبعاً ليها بدايل وليها بدايل كتير. أول بديل معانا الhow are you اللي هو How are you doing؟ How are you doing؟ نفس معانا How are you؟ How are you doing؟ التعبير اللي معانا دلوقتي اللي ممكن أعبر بي عن How are you اللي هو How have you been؟ How have you been؟ أخبرنا بنقولها زي؟ How have you been؟ كلمة been في البريتش انجلش بتتقال been. يعني لو حد بريتاني بيقولها هيقول How have you been؟ في الامريكين انجلش بنقول How have you been؟ How have you been؟ اللي معانا دلوقتي هو What's going on؟ What's going on؟ What's going on برضو أحياناً بنستخدمها بمعنى إيه اللي بيحصل؟ ولو أنا لسه مقابل شخص وقتره هي What's going on؟ معناها أنا بسأله How are you؟ طبعاً هيرد الرد اللي احنا عارفينه I'm fine وانتظروا الحلقة الجاي عشان نتعلم فيها بدايل كتير بدل كلمة I'm fine. كمان ممكن نستخدم expression بيقول What's new with you؟ What's new with you؟ كلمة new في البريتش انجلش دايماً بيقولوها new، أما في الامريكين انجلش بينطقوها new. What's new with you؟ What's new with you؟ What's new with you؟ معناها كيف حالك. الإكسبريشن اللي معنا دلوقتي هو What's up؟ What's up؟ معناها How are you؟ What's up؟ أنا لما قابل اي شخص انا عارفه معرفة كويسة لانه What's up داي اعتبر informal. فلو قابلت اي شخص انا عارفه معرفة كويسة فقلت له What's up؟ دي معناها How are you؟ What's up؟ كمان في اكسبريشن تاني بيقول How are things going؟ How are things going؟ معناها How are you؟ How are things going؟ نستخدم إكسبريشن How are you feeling؟ How are you feeling؟ نستخدمه بالأخص لما كنا عارف ان فيه شخص كان مريض أو شخص كانت حالته الصحية مش كويسة وأنا قابلته فأقول له How are you feeling now؟ فيه برضو اكسبريشن تاني بيقول How is it going؟ How is it going؟ How is it going؟ معناها كيف تسير الأمور معك How is it going؟ How are you؟ How is it going؟ فيه تعبير تاني الـ native speakers دايما بيستخدموه وهم بيقولوا How is things؟ How is things؟ مع العلم ان المفروض ان things جمع فالمفروض نستخدم معها are بس هم في الإكسبريشن دا بيقولوا How is things؟ How is things؟ How is things؟ معناها كيف حالك How is things؟ وطبعا لو هجاوب على الإكسبريشن زي How is things؟ لو هجاوب على سؤال زي How is things؟ هنقول Things are good Things are good عندنا كمان إكسبريشن بيقول How is life؟ How is life؟ How is life؟ معناها How are you؟ How is life؟ أخر إكسبريشن في الـ informal معنا للناس اللي نعرفهم How is your day going؟ How is your day going؟ How is your day going؟ لو نفس How are you؟ هو بديل لها How is your day going؟ أما لو علاقتي بشخص مش قوية تعرفت عليه من فترة قريبة وعلاقتي بي لسا ضعيفة لما يسألوا How are you؟ بيكون الموضوع لسا formal ما بيننا شوية فبالتالي بستخدم How do you do؟ How do you do؟ How do you do؟ اللي هي How are you؟ بس بستخدمها مع الأشخاص اللي أنا معرفهم شي كويس أو شخص أنا قبلته الأول مرة والرد على How do you do؟ بيكون بالزبط How do you do؟ كأنها Hello حد قال لي Hello هارد أقول له Hello حد قال لي How do you do؟ هارد أقول له How do you do؟ ولغاية هنا تكون حلقتنا انتهت أتمنى تكون ضافة معلومة جديدة قبل ما تسيبنا وتمشي لو أنت أول مرة تشوفنا معنا كده أنك مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس ولو أنت أريد مشترك اتأكد أنك تفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشيرك شوفكم في فيديو جديد شكرا لأميد